أما بعد فإن علم النحو علم الشريف فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتبكرون نحل اليوم إن شاء الله تعالى تدريباتي وأسئلة درسي المفهول فيه أو درس الظرف السؤال الأول يسأل هنا تخير الإجابة الصحيحة فيما يأتي ألف الجملة المجتملة على اسم زمان مبهم الجملة المجتملة على اسم زمان مبهم عرفنا أن عندنا اسم زمان مبهم واسم زمان مختص وكلهما ينصب على أنه ظرف وعلى أنه مفعول فيه الزمان المبهم غير محدد مثلما درسنا في الدرس السابق كلمة لحظة كلمة حينا هذا زمان مبهم أما الزمان المختص فهو مثل كلمة زمنا طويلا اختص هنا بالعدد اختص هنا بالوصف عفوا أو درست أسبوعين فهذا خصص هنا بالعدد وأيضا قد يخصص بأل مثل سافرت اليوم اليوم فهنا الجملة الصحيحة هنا وقفت عفوا هنا يطلب اسم زمان مبهم الجواب الصحيح هنا هو صادقت المجتهد زمنا هذا مبهم إذن الجواب الصحيح رقم أربعة وقف القائد أمامه هذا مكان لا نحتاجها هذا ظرف مكان الجنة تحت هذا أيضا ظرف أو اسم مكان يصوم المسلم شهر رمضان شهر رمضان هذا مختص فأيضا هذا ليس صحيحا الصحيح صادقت المجتهد زمنا طيب بأ الجملة المجتملة على اسمين انتبه أولهما زمان مختص والآخر يعني الثاني مكان مبهم تعال نرى وقف المعلم أمام الطلاب وقتا طويلا أمام هذا مكان هو الأول يريد أولهما زمان هذا أولهما مكان إذن هذا ليس صحيح زرت صديقي يوم هذا زمان الجمعة هذا زمان مختص صحيح وجلست معه برهة برهة هذا زمان إذن هذا أيضا ليس صحيح وقفت وقتا طويلا هذا زمان مختص وقتا زمان خصص بكلمة طويلا بعده أمام هذا ظرف مكان ومبهم أمام طيب علمت أمام هذا مبهم إذن الجواب الصحيح هنا هذا طيب تعال نرى الرابع صاحبت الأمين زمنا هذا زمان لكنه مبهم فإذن هذا لا ينفع إذن الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة طيب بعد ذلك رقم جيم يقول الآية المشتملة على اسم مكان مبهم الآية المشتملة على اسم مكان مبهم تعال نرى واحد قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء عشاء هذا الزمان إذن هذه ليست صحيحة ليست المطلوب هذا هنا طيب الآية الثانية قول تعالى واذكر اسم ربك بكرة بكرة هذا الزمان لا ينفع نحن نحتاج اسم مكان ومبهم الآية الثالثة قال تعالى وتركتم ما خولناكم وراء وراء هذا مكان وهو مبهم إذن الجواب الصحيح رقم ثلاثة طيب تعالوا نرى رقم أربعة قال تعالى قالوا لا طاقة لنا اليوم اليوم هذا الزمان وزمان مختص مختص بالألف واللام هذا أيضا ليس الجواب المطلوب الجواب المطلوب هنا الآية الآية الثالثة قول تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم طيب دائل الاسم الذي ينصب ينصب من أسماء الزمان والمكان أسماء الزمان قال صاحب الأزهرية أسماء الزمان مطلقا يعني هذا سواء كان مختصا أو مبهما وما اسم المكان فاسم المكان المبهم تعالى نرى يقول في واحد الزمان المبهم هو المكان المختص ناقص زمان المبهم صح معنى المكان المختص لا إذن هذا مستبعد تماما طيب الزمان المختص نعم معنى المكان المبهم نعم معنى لكن ناقص بقي لنا شيء هنا بقي الزمان المبهم طيب قال هنا الزمان المبهم نعم معنى المكان المبهم معنى لكن ناقص هنا الزمان المختص إذن اثنين تصلح وثلاثة تصلح نعم لكنها غير كاملة ولذلك هنا الاختيار الرابع يقول كل من اثنين وثلاثة نعم لأنك كما تعلم أن الذي ينصب من أسماء الزمان الزمان المختص هذا موجود هنا والزمان المبهم موجود هنا والمكان المبهم فقط إذن الجواب الصحيح هنا رقم أربعة طيب بعد ذلك يقول ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي واحد المفعول فيه يطلق على ظرفي الزمان والمكان صح المفعول فيه هو الظرف ظرف الزمان والمكان المكان الذي لو حدود محصورة واجب النصب المكان الذي لو حدود محصورة هذا سميناه مكان مختص ظرف ومكان مختص هذا لا هذا ليس واجب النصب هذا يمتلع نصبه هذا واجب الجرف يجر إذا أردت أن تبين أن الفعل حصل فيه الجرفة فتقول مثلاً صليت في المسجد اعتكفت في المسجد لا نقول اعتكفت المسجدة أو صليت المسجدة لا جيم الزمان يخصص يخصص بالوصف نعم أو بالإضافة نعم أو العدد نعم أو أل نعم صحيح هذه الجملة دال المفعول فيه ما ضمنا معنا في صحيح ولو تذكرون قلت لكم قولوا تعالى واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله هنا يوماً هذا مفعول به وليس مفعولاً فيه لماذا مفعول به لأن المقصود هنا اتقوا هذا اليوم ليس معناه اتقوا الله في هذا اليوم لو كان معناه الفي لو كان ضمنا وفهم منه معنى الفي لكان مفعولاً فيه عندما نقول مثلاً سافرت يوماً يعني سافرت في يوم سأسافر اليوم يعني سأسافر في هذا اليوم فضمنا معنى فيه وهذا كما قال صاحب الأزهرية ما ضمنا معنى فيه من اسم الزمان مطلقاً واسم المكان المبهم خيب؟ نعم ذا يقول هنا وقفت اليوم أمام الجامع الأزهري وقوف المتأمل لهذه العطاءات المتميزة لهذا الصرح العظيم ورجاله الشرفاء الذين لم يدخروا جهداً في خدمة الدين واللغة ابتغاء وجه الله تعالى أول شيء عندنا هنا قال أعرب ما فوق الخط مما سبق عندنا كلمة وقفت وعندنا كلمة العطاءات عندنا كلمة العظيم وعندنا كلمة الدين طيب نعرف أول شيء هنا وقفت اسأل نفسك وقف هذا اسم أو فعل وقف فعل طيب هل هذا الفعل ماضي أو مضارع أو أمر نقول هنا وقف طبعاً وقفت نقول وقف هذا فعل ماضي فعل ماضي هكذا ما نقول ماضي لا فعل ماضي مبني على السكون لماذا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل طيب إذا قلت فعل فلا بد من فاعل فنقول هنا والتاء من وقف أنا وقفت فهنا التاء ضمير متصر مبني في محل رفع فاعل هذا أول شيء وقفت طيب بعد ذلك وقوف المتأمل لهذه لي حرف جر هذه اسم إشارة مبني على الكسر اسم إشارة مبني وهذا المبني في محل يعني في مكان جر طيب ماذا لو قلنا أو ماذا لو مسحنا يعني مسحنا كلمة هذه جرب معي تعالى احذف كلمة هذه فقلنا وقفنا وقف المتأمل للعطاءات وقفنا وقف المتأمل للعطاءات سيكون العطاءات اسم مجرور طيب لابد أن تتعلم شيئا وهو أنه إذا جاء عندنا اسم إشارة مثل هذه بعده اس فيه ألف ولام مثل العطاءات فيكون هذا بدلا يعني هذا بدال هذا لأنك كما قلت لك قبل خليش يمكن أن تكون للعطاءات أو لهذه طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهنا نقول كلمة العطاءات هذا بدل مجرور وعلامة وعلامة جره الكسر العطاءات هذا في الإعراب بدل مجرور وعلامة جره الكسر وأيضا يمكننا أن نزيد ذلك توضيحا أكثر فنقول مثلا لو قلنا جاء الطالب جاء فعل الطالب فعل طيب لو قلنا جاء هذا بس جاء هذا أنا أشير إلى الطالب جاء هذا أو تكلم هذا يكون هذا اسم إشارة مبني في محل رفع فعل جاء من جاء هذا لو زدت بعد كلمة هذا اسما فيه ألف ولا فقلت جاء هذا الطالب فيكون الطالب هنا الطالب بدل من هذا ولذلك مرفوع جاء هذا الطالب أو جاء الطالب فعي لو قلنا رأيت هذا رأى فعل فعل هذا اسم إشارة في محل النص مفعول رأيت هذا طيب لو قلنا رأيت الطالب سيكون منصوبا طيب لو قلنا رأيت هذا الطالب سيكون كلمة الطالب بدل منصوب من كلمة هذا نفس الشيء لو قلنا سلمت على هذا سيكون هذا اسم إشارة مبني في محل جر اسم جروف على هذا طيب على الطالبي الطالبي اسم مجرور على مجرد الكسر طيب لو قلت سلمت على هذا الطالبي سيكون الطالبي بدل مجرور على مجرد الكسر أرجو أن يكون واضحا إن شاء الله بعد ذلك عندنا كلمة العظيم لهذا الصرحي نعم أيضا لهذا الصرحي هذا بدل من كلمة هذا للصرحي لهذا للصرحي طيب العظيم كلمة العظيم هذا بدل مجرور وعلامة استغفر الله ليش بدل بدل كلمة الصرح استغفر الله العظيم هذا نعت أو صفة نعت أو صفة طيب نعت مجرور وعلامة جره الكسر سبحان الله جل من لا يسهو نعت مجرور وعلامة جره الكسر هذا الصرحي العظيم طيب ولجاله الشرفاء الذين لم يدخلوا جهدا في خدمتي في خدمتي خدمتي اسم مجرور الدين الدين هنا هذا مضاف إليه مجرور الدين في عرابها مضاف إليه طبعا الضف الأهداء مجرور مجرور وعلامة جره الكسر طيب خدمة الدين الخدمة للدين يعني خدمة للدين نعم هذا بالنسبة للإعراب طيب بعد ذلك طلب مننا أربعة أشياء ما هي هذه الأشياء الشيء الأول عندك يريد مفعولا به الشيء الثاني يريد مفعولا مطلقا وبين نوعه طيب الشيء الثالث طلب ظرف مكان يريد نوع ظرف المكان الشيء الرابع طلب ظرف زمان وإعرابه الشيء الخامس طلب مفعولا لأجله وبيانا لحكمه لإعرابي المفعول به هنا وبين نوعه وانتبه إذا طلب منك شيئا في الاستخراج ابدأ في الاستخراج من بداية الفقرة هنا هذه بداية الفقرة تبدأ تقرأ وتستخرج من أولها يقول وقفت اليوم أمام الجامع الأزهري وقوف المتأمل لهذه العطاءات المتميزة لهذا الصحيح انتبه المفعول به لابد أن يأتي بعد فعل عندي وقفة هذا الفعل ليس معه أو لا يحتاج إلى مفعول به طيب عندي فعل بعده سنرى الفعل الذي بعده هنا طيب ورجاله وشرفاء الذي لم يدخروا هذا الفعل ادخر يدخر بس هذا الفعل الثاني طيب ادخر هذا الفعل الفعل والواو هذا الفاعل جهدا جهدا هذا هو المفعول به هنا طيب يقول لي بين نوعه أنت درست هذا في درسي المفعول به ماذا درست؟ درست أنواع المفعول به عندنا مفعول به ظاهر ومفعول به مضمر فهنا نوع المفعول به هنا مفعول به ظاهر مفعول به ظاهر وأيضا قد يمكن أن يقول قائل كما قال صاحب الأزهرية مفعول به لفعل هو الفعل حقيقة أو الفعل هو المتسبب فعل مجازي مثل أنبت الربيع النبات أنبت الربيع النباتة الربيع لا ينبت نعم أو شفى الطبيب المريض الطبيب لا يشفي طيب طيب فعندنا هنا يدخر جهدا جهدا هذا مفعول به ونوعه أنه مفعول به ظاهر ليس مطمئن الشيء الثاني مفعولا مطلقا وبين نوعه عندنا وقفت اليوم وقوفا وقفت اليوم وقوفا المتأملي انتبه وقوفا المتأملي هذا يعطيك النوع ما النوع يا شيخ وقوفا المتأملي النوع هنا مفعول مطلق أنت عرفت أن النوع في المفعول مطلق ثلاثة مؤكد لعامله مفعول مطلق مبين لنوعه أو لنوع عامله مفعول مطلق مبين للعدد فوقوف المتأملي هذا مبين لنوعه أو لنوع عامله لنوع الفعل نوع وقوف الثالث هنا طلب ظرف مكان وبين نوع ظرف المكان ظرف مكان وقفت اليوم أمام الجامع الأزهر أمام مكان يعني وقفت في المكان الذي هو أمام الجامع الأزهر بين نوعه نوع ظرف المكان عندنا ظرف مكان مختص وظرف مكان مبهم فهذا هنا ظرف مكان مبهم لأنه لو كان مختصا لا يمكن أن ينصب فنقول أمامه لا يمكن أن ينصب على أنه مفعول فيه الجامع هذا مكان مبهم عفوا هذا مكان مختص مثلما قلنا مسجد وهكذا ظرف المكان هو كلمة أمامه ونوعه أنه ظرف مكان مبهم الرابع طلب ظرف زمان وأعربه ظرف زمان وقفت اليوم أمام الجامع الأزهر أمامه إلا هذه العطاءات المتميزة لهذا الصرح العظيم والجاله الشرفاء الذين بدخلوا جهدًا في خمة الدين واللغة الطاوج هنا أين ظرف الزمان انتبه شوف الآن قرأنا القطعة كاملة ومن تبهنا لا ظرف الزمان هو في بداية الفقر وقفت اليوم ماذا وقفت اليوم طيب ما يعرابه نقول في عرابه هنا تلمت اليوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو يمكن أن تقول اليوم في عرابها مفعول فيه أيضًا يمكن أن تعرف هكذا مفعول فيه منصوب وعنامة نصبه الفتحة طيب الصامس طلب مفعولًا لأجله مبين حكمه الإعرابي وقفت اليوم أمام الجامع الأزهري وقوف المتأمل لهذه العطاءات المتميزة لهذا الصرح العظيم ورجاله الشرفاء الذين لم يدخلوا جهداً في خدمة الدين واللغة لماذا ابتغاء وجه الله تعالى هذا هو ابتغاء هذا مفعول لأجله وبين حكمه الإعرابي ما الحكم الإعرابي هنا أولًا حدد نوع المفعول لأجله عندنا مفعول لأجله هنا مضاف ابتغاء وجه هذا مضاف ابتغاء هذا مفعول لأجله منصوب طبعًا وهو مضاف طب المضاف ما حكمه لأن عندنا مضاف وعندنا فيه أل وعندنا مجرد من أل والإضافة إذا كان مضافاً فهذا يستوي فيه الجر والنصب هذا هنا حكمه الإعرابي أنه يستوي يتساوي يعني فيه النصب ويستوي فيه الجر لكن لو كان فيه أل فهذا يجوز نصبه ويكثر جره مثل ضربت ابن التأديب طيب لو كان مجردًا من أل والإضافة ليس فيه أل وليس مضافة مثل ضربت ابني تأديبًا هذا يجوز فيه الجر لكن نصبه أكثر وهذا طبعًا بيناه في شرحنا لدرس المفعول لأجله فراجعه مشكورًا طيب بعد ذلك قال انتبه أجب عما يأتي بجملة بجملة تشتمل على ظرف زمان طيب انتبه هنا عندك شرط ما هو الشرط يا أستاذ أنك تجيب بجملة أول شيء وتشتمل على ظرف زمان وهذا يدلك على أهمية استعمال ما تدرس في اللغة في لغتك حتى تستفيد حتى تصلح لسانك شوف هنا متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم سنقول في الإجابة ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عاما الفين هذا هو عاما عام ظرف زمان وهو منصوب هنا كما سمعت وكما رأيت باء كم ساعة تذاكر في اليوم كل واحد يجيب على قدر ما يذاكر كم ساعة تذاكر في اليوم يقول مثلا أذاكر ساعة تين هذا منصوب بالياء لأنه مثن أو أذاكر ساعة 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 ما يكفي طيب ساعة ساعتين متى تذهب إلى معهدك طبعا ساعة ظرف زمان متى تذهب إلى معهدك أذهب إلى معهد مثلا صباحا نعم فكلمة صباحا هذا ظرف زمان متى تكون مستعدا للقراءة تقول أكون مستعدا للقراءة للقراءة مثلا فجرا أو عشاء أو ظهرا وما أشبه ذلك فكما رأيت هنا أن ظرف الزمان الموجود هنا عاما متى ولد الرسول؟ عام الفير متى تذهب إلى معهدك؟ صباحا كم ساعة تذاكر؟ ساعتين أو ساعة طيب يمكن طبعا أن نقول ثلاثة ساعات له كلام تدرسونه بعد ذلك إن شاء الله ماذا تكون مستعدا للقراءة؟ فجرا ظهرا وهكذا طيب أكمل بظرف مناسب طبعا ما حدد لك هنا ظرف زمان أو ظرف مكان فنقول لا أهمل الواجب ممكن تقول لا أهمل الواجب يوما ولا يوم حتى وأيضا ممكن أن تقول لا أهمل الواجب لا أهمل الواجب لحظة لحظة طيب باء الجنة تحت تحت أقدام الأمها تقع القاهرة أين تقع القاهرة؟ طبعا القاهرة لا تقع القاهرة لا تقع لا تقع إنما هي ظاهرة منصورة قاهرة لأعدائها بإذن الله تقع القاهرة تكون القاهرة شمالا شمال القطر المصري المصري دال تقع فلسطين ها شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب بالنسبة لمصر نقول شرق شرق مصر طيب بعد ذلك يقول أو يطلب منك أن تقارن ستة قارن بين الظرف في كل مجموعة مما يأتي من حيث المعنى والإعراب حيث إيش؟ عندنا شيء من حيث شيئين؟ من حيث المعنى ومن حيث الإعراب سرت اليوم برهة أين الظرف أولا هنا؟ أولا هنا عندك الظرف كلمة اليوم أو هنا برهة سرت برهة وميلا وإيضا عندنا اليوم كذلك هو ظرف ما الفرق بين هذين الظرفين؟ عندك برهة أول شيء هذا ظرف زمان وزمان وزمان مبهم طيب ميلا هذا ظرف زمان أو مكان؟ هذا مكان وأيضا مكان مبهم طيب في الإعراب هذا ظرف منصوب ظرف زمان يعني منصوب وميلا هذا ظرف مكان أيضا منصوب طيب أما كلمة اليوم فهذا مختص ظرف زمان مختص بالألف واللا طيب فهذا من حيث المعنى من حيث الإعراب طيب بعد ذلك زرت صديقي اليوم صليت في المسجد المسجد اليوم كيف نقارن بينهما؟ عندنا اليوم هذا ظرف زمان المسجد هذا مكان طيب اليوم ظرف زمان مختص صلا مبهم هذا مختص كيف عرفت أنه مختص يا أستاذ؟ بالألف واللا ندرسنا أنه أن ظرف الزمان يكون مختصا بأحد أربعة أمور مختص بالوصف مختص بالألف واللا مختص بالعدد بالإضافة طيب طبعا الظرف الظرف الزمان المختص في عرفه يكون منصوبا هنا ظرف المكان هذا هذا ظرف مكان مختص وهنا مشكلة ظرف المكان المختص لا ينصب على أنه ظرف لا ينصب على أنه ظرف زمان ولذلك هنا في عرابه مجرور طب هل هو ظرف مكان مجرور؟ لا هذا في العراب اسم مجرور بفي في المسجد بس لكن هنا هذا منصوب هذا ظرف هذا ظرف زمان منصوب طيب الثالث السابع أكمل ما يأتي ألف المفعول فيه هو ما هو المفعول فيه؟ طبعا درسنا هذا طبعا هنا ينبغي لك أن تحفظ هذه التعريف يقول لي نحن لسنا في زمان الحفظ هذا الشيء نعم لسنا في زمان الحفظ نعم لكن كما قلت لك وأقول لك أن أنك أول شيء افهم هذا بعد أن تفهم احفظ لأن الحفظ يثبت لك ما فهمت ولا يبقى لك في رأسك من المعلومات التي فهمتها إلا ما حفظتها المعلومات التي تحفظها التي تثبت لك المعلومة كالصيد كما قال الشاعر العلم صيد والكتابة قيده الكتابة أيضا الحفظ قيد قيد صيودك بالحبال الواثقة قيدها فمن الحماقة ليس من الذكاء والعقل والفطن فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق الطالقة لا وإنما قيد هذا بالحفظ المفعول فيه كما قال صاحب الأزهرية طيب نقول هنا المفعول فيه اسم منصوب بتقدير فيه يذكر لبيان وقت أو زمان يذكر لبيان الزمان أو مكان الفعل طيب طيب مثل ماذا مثل ما قلنا مثلا ذهبت صباحا إلى المعهد وأيضا مثل ما تقول جلست أمام الشيخي وسيأتي بعد ذلك التفصيل هنا في هذه الأشياء طيب يا شير الزمان المبهم الزمان هو ما دل على زمان غير محدد طيب هذا ما حكمه ما دل على زمان غير محدد هل هذا ينصب ولا لا ينصب نعم الزمان مطلقا كما قال صاحب الأزهرية ينصب فهذا حكمه ينصب أو يجب نصبه على أنه مفعول فيه طبعا مفعول فيه يعني ظرف ولذلك ستجد يقولون ينصب على الظرفية ينصب على إيش على أي شيء ينصب على الظرفية مثال إيش مثال تقول صادقت كما عندكم في المثال في الكتاب خالدا خالدا ليسا خالد زمنا كلمة زمنا هذا مبهام ليس زمنا حين حين الظرف الزمان المختص هو ما دل على زمان محدد زمان محدد حكمه أيضا ينصب على على الظرفية ينصب ما عنده مشكلة مثال ذلك عندما تقول مثلا صمت شهر رمضان ما نقول شهر رمضاني هو شهر رمضان نا هو مضاف إليه مجرور لكن مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف درست ممنوع من الصرف بفصل الدراس السابق هنا الزمان المختص هو كلمة شهر مختص بالإضافة طيب المكان المبهم المكان المبهم انتبه المكان المبهم هو ما ليست وما ليست له حدود محصورة بس هذا هذا مبهم أو ممكن تقول كما فهمت ما دل على مكان غير محدد ما لست له حدود محصورة مثل أسماء الجهات الست الجهات الست التي هي أمام وخلف يمين شمال فوق تحت هذه ست وطبعا السابع السابع الموت كما قال الشاعر ولو أن الجهات قلقنا سبعا لكان الموت سابعة الجهات إذن ما لست له حدود محصورة مثل أسماء الجهات أو ذكر عندك في التعريف أرجع إليه أسماء صيغة من الفعل أسماء صيغة من الفعل مثل قعد مقعد وجلس مجلس طيب وذهب مذهبا هذا حكم هذا حكم أنه ينصب ينصب على الغرفية مثال ذلك تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت تحت إيش تحت أقدام الأمهات الجنة تحت أقدام الأمهات تحت بعد ذلك طلب مننا هنا إعراب قول الله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون طبعا الواو حرف مبني لا محل له وأيضا الواو حسب ما قبله حسب ما قبله هل هذه واو عطف واو استئناف إلى آخر هذا يعرب حسب ما قبله من الآيات جاءوا عندك الفعل جاء أول شيء جاء هذا جاء فعل ماض مبني على مبني على مبني على الضم لماذا لابتصاله بواو الجماعة هذا أول شيء إذن عندنا فعل جاء هذا الفعل طيب الواو في جاءوا الواو هنا هو الفاعل من جاءهم جاءوا طبعا ما في فاعل تقديرهم لا الفاعل ضمير الواو هنا ضمير متصر مبني طبعا على السكون في محل يعني في مكان في محل رفع فاعل طيب إذن عندنا الفعل والفاعل جاءوا أباهم أبا هم أبا هذا مفعول جاءوا من؟ جاءوا أباهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الألف لماذا الألف؟ لأنه من الأسماء الستة الستة والأسماء الخمسة إذا كنت تأخذ بعض القول التي هي أبوك وأخوك وحموك وحموك وفوك وذو مال خير أبا طبعا أباهم نقول أبا نقول في الآخر هنا وهو مضاف بعد ذلك هم أباهم هذا ضمير متصل مبني في محل جر لماذا جر؟ لأنه مضاف إليه في محل الجر مضاف مضاف إليه عشاء متى جاءوا أباهم؟ عشاء فوقت عشاء فعشاء مفعول فيه أو يمكن أن تقول ظرف طبعا الظرف إيش هنا ظرف زمان مفعول فيه أو ظرف زمان طبعا منصوب وعلامة نصبه الفتحة يبكون يبكون هذا فعل هذا فعل ماضي أو مضارع أو أمر لا هذا فعل مضارع طيب مرفوع لمنصوب لمجزوم هذا فعل مضارع مرفوع ليس قبله ونصبه وجاز مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة طيب أين الفاعل؟ والفاعل واو الجماعة يبكون واو الجماعة واو الجماعة هذا ضمير ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مثل ما قلنا في جاء في الواو في جاء طيب النون التي يبكون طبعا هذه النون هذه نون الرفع لأنها هي فعل مضارع مرفوع لمنصوب ثبوت النون أين النون؟ هذا يبكون بعد ذلك لما تكب قليلا في النحو ستعرف أن يبكون هذه هذا الفعل أو هذه الجملة فعل وفاعل في محل النصر حاج جاءوا أباهم عشاء كيف كانوا كيف كان حالهم عندما جاءوا أباهم عشاء كانوا يبكون طيب إذن جاءوا فعل وفاعل أباهم هذا المفعول به طبعا المضاف وهم هذا في محل جاءوا مضاف إليه عشاء هذا مفعول فيه وهذا غف زماني منصوب يبكون فعل وفاعل نعم بارك الله فيكم وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمر الصالح درسنا القادم إن شاء الله عن المفعول معه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة